احنا كمان كان عندنا من اسبوع او يعني بداية هذا الاسبوع كان عندنا مشروع القانون بتاع الحكومة انه بقى فيه تغليص شديد للعقوبات لمن يعني يجرف او يزرع على اراضي زراعية ودي خطوة مهمة جدا هتساعد لانها بتوسع الرقع انك تحفز على الرقع الموجودة خليها اسأل ساعدتك كنقيب للمهانسين الزراعيين ازاي نقدر نعظم انتاجية الفدان يعني نعمل بقى توسع بس رأسي مش افقي مع زيادة الاراضي لا بنزود الانتاجية اللي ممكن نحصل عليها من نفس المساح ده سؤال مهم جدا وبشكر حضرتك لان التعدي على الاراضي الزراعية الخصبة الستة مليون فدان دي بتلتك خمسة وسبعين في المية من اكل المصريين اي وبالتالي اصبحت جريمة النهاردة الارض القديمة بتاعتنا ارض خصبة الانتاجية بتاعتها عالية اصبح هناك يعني تنافض ما بين ان احنا بنصرف مليارات على التوسعات في الاراضي الجديدة وتكلفة عالية جدا ومعالجة مية وعند الارض الخصبة بتاعت بيتم التعدي عليها وبالتالي دي جريمة ولابد ان يتوقف تماما التعدي على الاراضي الزراعية في الوادي والدلتا لان دي مسألة امن غزائي وبالتالي هي امن قومي ما اتضرش دلوقتي تفصل امن الغزائي عن الامن القومي حضرتك احنا مع التوسعات الجديدة والمشروعات الجديدة لابد يكون عندنا زيادة رأسية من وحدة المساحة معنى ان لابد يكون عندي اصناف جيدة تديني انتاجية اعلى من الموجودة حاليا على سبيل المثال الامح بيدينا الفدان تقريبا 18-19 ارداب طب انا لو كان عندي اصناف جيدة تديني مثلا 20 ارداب لو زودتلي بس في كل فدان ارداب واحد فيه الـ 3.6 مليون فدان هتعمل ايتها كبيرة وده حقيقة الدولة مهتمة بيه والسعيد الرئيس لانه اطلق برنامج لتحسين التقاوي بتاعة كافة المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل القضار زمانينا في مراكز البحوث بيعملوا على ذلك بحيث انه كل الدعم ليهم الدولة بتدعمهم التوفير التمويل اللازم ليهم لانتاج اصناف وسلالات من كافة المحاصيل تديني انتاجية اعلى وفي نفس الوقت تتكيف مع التغيرات المناخية ومع ندر المي فبدكتور سيد الحكومة قالت انه بسبب الازمة الروسية الاوكرانية وهما ينتجان حوالي 25% من الانتاج العالمي من الامح بدأت الدولة تفكر في الاستيراد من 14 دولة جديدة ايه اهم الدول الاخرى المنتجة للامح وعندها قدرة على تصديره ما فيه طبعا امريكا بتنتج وبتنتج بكمية كبيرة لكن عندها استهلاك 350 مليون نسمة فايه اهم الدول اللي ممكن في رأي ساعتك نعتمد عليها في الاستيراد في الفترة القادمة والحمد لله ان ازمة روسيا اوكرانيا اللي كانت كارثة على دول كثيرة بالنسبة لنا هي مشكلة يمكن التغلب عليها زي ما حياتك تفضلت لانه الغاز احنا مستكفيين وبننتج منه وعندنا وسائل لتصديره الامح احنا زودنا انتاجنا منه فالحمد لله الموضوع مش كارثي بالنسبة لنا يعني لا الحمد لله احنا عندنا يعني زي ما يعني قلت لسيادتك الدولة المصرية عندها مخزون استراتيجي وكانت واخدى خطوات احنا لغاية 2014 كان اكتر ساعة تخزينية تقدر تخزينها من المحصيل الاستراتيجية شهرين ولا حاجة احنا النهاردة عندنا الحمد لله خمس شهور وست شهور ودي الحمد لله من فضل ربنا وكرمه بالنسبة للدولة المصرية بتنوع في الوردات الزراعية يعني اهدي حضرتك ارقام احنا كان ما يتم استراده من روسيا من الامح تقريبا حوالي 29% من استعلاقنا ايضا من اوكرانيا كان تقريبا حوالي 24% انما رومانيا كنا بنستورد منها 45% وجزء ايضا من فرنسا وجزء من استراليا فالحكومة المصرية دائما عندها خطة لتنوع وارداتها من اكتر من دولة وبالتالي احنا حتى في ظل ظروف الحالية في الشحنتين ام ها اعتقد حاجة دخلت منه منبارح شحنة دخلت منبارح وشحنة يمكن تقش بكرة ولا حاجة فالعملية مطمئنة تماما لان الدولة المصرية بتنوع دائما في الدول في الوردات بتاعتها ما بتعتمدش على سوق واحد بالنسبة للحجوب وتحديدها الامر